بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم احنشارك معكم وصفة تاع ان ديسر بالفواكه ديسر يليق في كامل المناسبات فكرة جديدة بزاف بنين وتستعملوا فيه الفاكية اللي تحبوا شكلوا بزاف بخيزنطة بصورة مع الالوان هكذا دونك ان شاء الله تشوفوا الوصفة وتعجبكم وتطبقوها وتبعتولي تطبيقاتكم في الجروب ديالي في الفيسبوك ووصفات شهر زاد اللي نخليلكم الرابط ديالي تحت هاد الفيديو نبدأوا مع بعض لديسر هادا مافيش كامل بزاف مكونات دونك عندي الحاجة اللولانية لكخيم فخاش هنا يخدمت أم خينت كما تقدروا تستعملوا أوبلا المهم لكخيم فخاش دي تستعملوها تكون 35% مواد دسيمة باش تطلع مش يتديروا هادك اللي نخدموا بها في المملاحات هادك مافيهاش نسبة كبيرة تاع الماتير غراس دونك ماتطلاش ندو ملاك خيم فخاش كيلة ونص يعني الكيلة اللي تحبو تستعملوها على حساب الكمية اللي راكوا حابين تخرجوها انا هنا خدمت بهذا الكس صغير يعني مشي حاجة كبيرة ماكنش نسحق كمية كبيرة ندرت كيلة ونصف خيم فخاش نزيد لها نصف كيلة تاع حليب مركز محلن للي كونسنتخي سيكري تاع نيسلي هاكدا نحطهم مع بعض ملاحظة بك لازم يكونوا باردين خرجتوهم بالفريجيدير لكخيم فخاش والحليب المركز المحلن نضربوهم بالباتر على اقصى سرعة حتى تطلع لنا هذي كلاك خيم فخاش وتشد روحها هنا كما قلت لكم انا خدمت بأمبخانت ما طلعت ليش مليح كما مولفة تطلع لي أوبلا سينو كينها كأستوس نزيدو مص مغرف كبيرة تاع السكر السكر الرها العادي باش تطلع لنا هذي كلاك خيم فخاش كنتم نديتها لكم هذي الأستوس من قبل نضربو مليح حتى تطلع هذي كلاك خيم فخاش هذا وش فيه لدي سيار ديالنا هنا يكا إضافة باش نزيدو في الدوق عندي ماس كاربون فالا كين هذي منتوج وطني راه يدير كاش 35 ألف هكذاك لما عندهاش ماس كاربون توجوغ تسقسيوني تقدر تعودو بهذا الفخوماج غيجيم البتي سويس هذا كيف كيف يمد نتيجة مني حابينسيو ماس كاربون حيكون أبن عليه بصح معليش لما تلقاش تدير الفخوماج غيجيم سينو تقدروا تاني كيغي تديرو زوج مرصوات يعني زوج كاري تاع فخوماج كيغي أنا هنا يديت زوج مغارف كبار من هذا الجبن الماس كاربون ونكمل نضرب بالباتور قسمة يدوبلنا هذا الفخوماج ومع الأخر زيت مغير فهة صغيرة لفاني هذا هو لديسر وش فيه مكفيش كامل مكونات ونتيجة ديالو بزاف بنينا المرحلة تانية في لديسر نجيبو هكذا ديبول نحو منهم كمية من الملانج ديالنا نخلو كنتيتي بيضاء ونديرو هنا انا رح ندير غير زوج أدواق بانان وفخاز انتو ما تقدروا تديرو كتر من زوج أدواق ووالا هادي هي هنا درت كيما قلت لكم جبت امبول حطيت فيه كنتيتي درت فيها باتاغام غو بانان هادي اللي رح ندير فيها والبول الاخر درت فيه باتاغام غو فخاز اللي باتاغام هادو يتباعو في الحوان التقليبي وليغاتو 10 الاف لتوب يمدو انقو وكولر بزاف هايلا بلوتو هادي دي مخصوط الفواكه هنا عندي بانان نقطعه مرصوات صغار ونحط كمية منه فيها اللي درت له غو بانان وكيف كيف في الاخرى اللي درت لها غو فخاز حطيت فيها الفخاز يعني ملاحظة برك هاد الفيديو راه قديمة خدمتها في وقت اللي كانوا كانوا اللي كانوا اللي فخاز دوك على البالي ماكاش ننصحكم تديرو لاباتاغام غو فخاز والغو فخاز هو الحكي موليزانانا تاني ان كونسير هذه هي ديروا اللون بالباتارون حتى يدوكم دوقو باش يدوكم لغو ايبان و الفاكية نخلو كمي يملي فخوي هادو المقطعين المرصوات صغر هنا اضافة باش نزيد فلغو درت لهم شوية لجولة من جهة امد انقو بنين وتان يحافظ على الكولغ تالي فخوي خاصة كم البانان وزد شوية قطارات القارص تاني باش يمد انقو ويحافظ على اللون تالي فخوي ديالي هكذا يكونوا المكوينة تكامل وجدين نديرو نجوزوا ديركتما للمونتاج واندي هنا هادو اليفيرين جيطاب توجوغ تسكسوني في التعليقات هاد اليفيرين يتباعوا في كامل الاحوان التعليقاتو دونك تقريبا كما انا هادو شيتها 35000 فيها 10 كيسان هادو 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 نبدو المونتاج على حساب الدوق ديالكم كما انا هادرت الفاكية من بعد نزيد نحط هادو الكرام اللي لونتها ودرت فيها الفروي من بعد حطيت هنا الكرام اللي تكون بيضة حطيتها في اون بوش باش جيني سهلة ودرت طبقة من الكرام البيضة وهكذا هكذا ديرو الاحساب الدوق ديالكم هنا هنا في الفرز خدمت بهاد فروي فرمبواز هذه بزاف بنينة وشينو شوية غالية يعني تشروو 200 جرام نعمل ما بخمسين الف انا شريها من عند ذاكي امبالج بصح الدوق ديالها بزاف بنينة تشروو تجربو فيها كامل الادواق انا فرمبواز هنا يتاني بانان درت له طبقات كيف كيف الداخل درت له الكرامل برسالي لامارك سويلتي تزادة الدوق بزاف هايل كاينة للاسخفاس درتها تجربو هادي الكرامل برسالي كاينوين درت لا جولي اللي تعرفوها نحطها فوق النار نزيد لها الباتاروم غو بانان ولا ديرو لغو اللي درتوه اللي تحبوه ونحطها من فوق نخليها تبرد شوية ونحطها شاكدك سخونة المهم لازم تديروها فوق النار ونحطها فلاسخفاس تاع الكيسان دياولي يعني هادلو ديسر تخدمو اون كرام واحدة منها تخرجو عدة ادواق والوان والا هاكدا مام في المونتاج تبدلو تقدروا تحطو لغو تعليف خوي في نفس الكاس بينسور تجيم لها هدا هو البوت يعني كامل نحبو حاجة سريعة كيما يقولو دو ولا تخوزنا منها نربحو الوقت ونربحو تاني الشكل ودوق بزاف بنين كيما هادلو ديسر ما تقدروش تتماجيني وش هالبنين بزاف بنين هايل انا كيما قلت لكم هادلا فيديو قديمة كنت درتها فانيفرسر دونك ولا مدرتش موريت لكمش قدامكم لا تكستير ديالو بسكو ديتها كنت معروضة مي يعني صدقوني بزاف هايل ان شاء الله تجربوه وترجعو لي الخبر ونتلاقاو في الفيديو الجاية ان شاء الله